مين بقى أستاذة فاطمة ولا أستاذ وليد اللي حبّبها في قصة الشعر والإلقاء؟ المنافسة عند مين؟ هي.. هي.. إحنا عرفناها بالصدفة إنه هي.. كان في حد عامل زي احتفالية كده صغيرة للناس اللي هم مع الكلاسة إحنا كنا عايزين نخراكها إنها تخرج وتشوف ناس إيا كانت.. يعني إزاي أخرج الناس ماشي على رجليها وأنا ماشي على الكرسي إحنا عايزين نخلّها تشوف ناس كبيرة ماشية على الكرسي إلي إنا في حاجة زي كده ودّناها طب هي تروح تقولي مياس غنطاطة كان عندها ست سنين متعرفش حاجة ولا تعرف تحكي قصتها ولا حاجة كان معها محمد أخوها في سنة ثالثة ابتدائي كان عنده قصيدة تغيرة كده حفظت منها خمس تبيات قالتها بقى وراحت هناك قالتها ابتدت بقى تعيش ما شاء الله الحالة وبتلتت تطلع بعد كده في الحفلات والحاجات كده شكرا 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 شكرا